يحتفل العالم باليوم العالمي للنظافة لتشجيع وتعزيز قيمة وأهمية النظافة لدى الفرد والمجتمع وفي مدينة شرم الشيخ نظمت إدارة محميات جنوب سيناء بالتعاون مع وزارة البيئة حملة نظافة لمنطقة محمية نبق بمدينة شرم الشيخ وذلك على همشي الاستعداد لقمة المناخ قب 27 في شهر سبتمبر من كل عام يحتفل العالم بيوم النظافة العالمية بهدف تنظيف الكوكب من النفايات إضافة إلى حل المشاكل البيئية المتمثلة بإزالة الغابات والاحتباس الحراري واستعدادا لقمة المناخ قب 27 نوفمبر المقبل بشرم الشيخ نظمت إدارة محميات جنوب سيناء بالتعاون مع وزارة البيئة حملة نظافة لمنطقة محمية نبق بمدينة شرم الشيخ ضمن فعليات التنظيف احتفالا بيوم العالمي للتنظيف في ضوء التحضيرات في مؤتمر الأطراف مؤتمر المناخ قب 27 حين نشوف النهاردة مجموعة من الشباب مجموعة من العاملين في فنادق شرم الشيخ ونبق كلهم بيتعاون يعني يخلوا المحمية ومدينة شرم الشيخ في أبها صورها وذلك في تحضير المؤتمر المناخ الحملة شارك بها عدد كبير من شباب شرم الشيخ المتطوعين والعاملين بفنادق المدينة حيث قامت الفرق المشاركة بجمع النفايات والأكياس البلاستيكية وزجاجات الفارغة والأوراق من داخل صحراء محمية نبق جورنا كبني أدمين وكشباب عايش في المكان أننا لازم ننظف ونحافظ على البيئة بتاعتنا عشان ده لي أصار سربيا كتير قوي ونحن مبسطين قوي أن شرم الشيخ اختروها هي تكون المكان اللي هيقام فيه كاب 27 نظرا لأهميتها البيئية احنا بنرفع الوعي البيئي علشان الأجيال يعني علشان التنمية المستدامة إزاي احنا نحافظ على الصروات الموجودة ونشيل حق الأجيال الجاية في الصروات الطبيعية الموجودة بنستهدف البلاستيك أو لوياتنا في البلاستيك في اللم من الصحراء عشان هو اللي بيأزي زرع أكتر حاجة والكائنات البحارية وتتضمن الحملة أنشطة متعددة يتعرف من خلالها المشاركون والمتطوعون على مفهوم اليوم العالمي للنظافة وأهمية إعادة التدوير وفصل المخلفات وترشيد الطاقة والمياه وتقليل استخدام المواد البلاستيكية والتعريف مخاطرها على الحياة البحرية ترجمة نانسي قنقر